فيديو النهاردة هقول لك على سبع حاجات هتسهل عليك المذاكرة لو انت لسه بجامعة او مدرسة جاهزين؟ يلا غير اهلا بكم يا جماعة معاكم واشتايل دكتور بنكاوي والقناة دي معمولة مخصوص ان تكلم عن المشاكل بتواجهنا سأفصحتنا شكلنا عادتنا كل يوم وازاي نواجهها عشان نبقى نفق احسن صورة وننجس في شغلنا وننجح في حياتنا يلا اعمل سبسكرايب ودوس على الزهر الجرس عشان نفتكش جديد كل اسبوع يلا بيتكلم المذاكرة المذاكرة والله الموضع بيرجع لي ذكريات ايام جميلة هي بصلاحة وحشاني بس مش عايز ارجع لها قبل ما كن لايف صاعد دكتور مكاوي انا اصلا مهندس مدني خريك جامعة عين شمس ولو ده مش وصل لك معناه ايه؟ انا كنت الاوعى على مدرستي معظم ايام السنوية ايام جميلة اقولها فمع اني شكل معديش بس انا نيرد قديم بس ما تلاقش قلم للنيرد الطيب او الوسيم فاستدقاني لما اقولك ان عارف لي حاجتين ثلاثة عم المذاكرة وصياعة وبما ان احنا في زيزون الأسايمنت والديدلاينز والريبورتز وداخلين على الفاينلز قلت مفيش وقت انسب من ده نعمل فيه الفيديو ده النهاردة هستدعي النيرد اللي جوايا من تاني وهقولك عن حاجة القديمة اللي كنت بعملها سبع حاجات هتخليك تستادي سمارت ناقل هارد يلا بينا اول حاجة جيب من الاخر هنستعمل طريق الريفيرس انجينيرينج يعني ايه؟ يعني هنذاكر عشان نحل مش بالضرورة عشان نفه ايو انا عندنا فاينل او أسايمنت دلوقتي نعمل ايه؟ هتجيب اصايمنتات وانتحانات قديمة محلولة وتبص هي اتحلت ازاي؟ وتبتدي تذاكر على اساس انك تفهم كنصة الحل وازاي تطبقوه مش بالضرورة عشان تفهم كنصة الموضوع ككل كنصة الموضوع ككل كان عندنا التهم كله عشان نفهمه وما نحقناش دلوقتي احنا مفيش وقت عايزين نحل وبس تاني حاجة القسم الموضوع لنقطة وانت بتذاكر تحاول تقسم الموضوع لنقطة رئيسية واحد اتنين تلاتة ده يسهل عليك انك تفهمه وانت حفظه وتعرف تفكره اسرع ثالث حاجة لو انت بتعمل عن موضوع عايز تفهمه بس لقيته طويل جدا ومش عارف تلخصه تعمل ايه؟ تعمل كابي للتكست بتاع الموضوع كله وتفتح جوجل تكتب هتختار اول اوبشن عندك بعد كده تعمل وتكتب النقط الاساسية اللي انت عايزه يلخص الموضوع حواليها ودوس زراج ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك الموضوع متلخص حوالين الكيووردز اللي انت دخلتها يعني مسلا لو بتعمل عن موضوع زي الاحتباس الحراري هتعمل ايه؟ هتفتح جوجل هتكتب الاحتباس الحراري هيطلع لك نتائج هتختار مثلا ويكيبيديا هتفتح تلاقي الموضوع طويل وانت بكسل تقراه هتعمل تخش على الموضوع كله وتكتب له في الكيووردز مسلا الاحتباس الحراري تعريف الاحتباس الحراري اسباب الاحتباس الحراري علاج الاحتباس الحراري هتعمل هتطلع لك الموضوع متلخص حوالين الكيووردز اللي انت دخلتها وصلت رابع حاجة جوجل سكولور لو عندك رابع مفروض تسلمه او مفروض تعريضه وقاعد بتحضر الدنيا عندك في البيت وبتعمل الريسونج بتاعك هتعمل ايه؟ هتفكك بقى خالص من جوجل وتيجي معي عالجوجل سكولور طب هو الفرق جوجل سكولور هتطلع لك نتائج متبتة علميا مفيهاش خلاف احسن بالمليون مرة من جوجل العادي اللي ممكن يطلع نتائج من اماكن زي ويكيبيديا او مقالات محدش عارف لها اساس من الصحة والخطأ الماضي ده بالذات هيخليك تفرق عن كل اللي معاك وتباني انك فاهم انت بتعمل ايه؟ ويبقى دعيل على ال ا بلاس اللي انت هتخدها خامس حاجة اسمع اللي انت كتبته لو عندك بريزنتيشن مفروض تقدمها بعد ما تخلص كتبتها اعمل copy and paste على جوجل translate ودو زرار listen جوجل هيبتدي اقراء لك اللي انت كتبه وهنا هيباني لك اي جملة مش مظبوطة او مش بحطوطة في مكانها او اي كلمة grammar فيها غلط فهنا تلحق تعدل وتضبط وتخليل موضوع 10 على 10 سادس حاجة شغل 25 دقيقة بريك 10 دقيق هنقسم الوران على فترات من 25 دقيقة ايا كان ورانا ايه؟ سواء مذاكرة تحضير report حل assignment تحضير presentation هنشتغل 25 دقيقة ناخد بريك 10 دقيق نشتغل 25 دقيقة وهكذا ما تزهقش وما تتعبش وتركيزك يفضل عالي وبالتالي كفاقتك في اللي انت بتعمله هتبقى عالية سابع حاجة وانت بتذاكر وانت في الامتحان ده هيساعد مخك ان يفتكر معلومات اسرع في الامتحان طب ازاي؟ بكل بساطة وانت بتذاكر وبتاكل البان دماغك بيربط المعلومات اللي بتخش باكشن بسيط زي مضغ اللبان فلما تاكل اللبان في الامتحان بتساعد دماغك وبتحفزه انه يعمل اكستراكت المعلومة اللي ربطها بالاكشن البسيط ده وبكده كوصيا نهاية كلامنا النهاردة اتمنى الحلقة تكون عجبتكم لو الفيديو فايدك باية حاجة اعمل لايك اتفرج على باية الفيديوهات في القناة واعمل كومنت قولينا ايه الطرق اللي انت بتعملها عشان تساعد عليك المزاجر عايزك تبقى مركز تذاكر بزكاء عارف انت تتعب وانت تنجز